ما انتهينا العروض التي تقدمها منافذ البيع الكبرى على السلع حتى يبدأ باعة بقالات في التهافت عليها وذلك عبر اللجوء إلى حيلة شراء منتجات العروض من منافذ البيع بكميات ضخمة وبيعها بأسعار مضاعفة طمعا منها في زيادة ربحيتها الأمر الذي يعد استغلال المسالكين من ناحية ويحق أضرارا بمنافذ البيع التي تدعم بيع السلع المخفضة بملايين الدراهم ظاهرة استغلال المحلات التجارية المختلفة الموجودة في الدولة للعروض المقدمة من قبل الجمعية الاتحادة والجمعيات الأخرى تؤدي إلى أضرار اقتصادية ومالية بالنسبة للجمعيات نفسها لأن الجمعيات محصورة بمبالغ معينة أو موازنات معينة تكون مخصصة لدعم المجتمع لخدمة المجتمع للأفراد نقدم لهم عروض هذه لأن الفروقات هذه نغطيها أحنا فيحرم منها الفرد تحرم منها العائلات اللي هي احنا خصصنا لهم الدعم المطلوب هذا نجي أول الشهر بدنا نشتري من العروض في الحقيقة ما هم نلاقي المنتجات نحنا بدنا ياها مع أنهم نلاقي في اللفلة كثير من العروض بس بسبب بعض السوبرماكات الصغيرة أو الجروسر البقاليات عم يجو الصاحبين عم يأخذوا العروض عم يفكوها لسنجل بيس وعم يبيعوها بره وتدرس وزارة الاقتصاد خيارات تستهدف منها ظاهرة شراء البقالات المتجات والسلع المخفضة من منافذ البيع الكبرى مستغلة في ذلك الحسومات والعروض الترويجية الموسمية التي تعلن عنها المنافذ الجمهور المستهلكين وتتلخص تلك الخيارات في أن يتم وضع مرصقات واختام خاصة على السلع التي تشمل العروض والحسومات تمنع استغلال باعة البقالات وتحفظ حق المستهلك في الاستفادة من عروض منافذ البيع الكبرى هذه الأوفرات تخصص لعملات الاستلاق الشخصي للمستهلك للأسرة ولكن مع الأسف الشديد لاحظنا أنها تستقل مقبل بقالة في حي كتاجر ويباع تباع بأسعة مرتفعة لدينا فكر للحد من هذه الظاهرة وإن شاء الله الفكر هذا أتمنى أن يكون ناجح بحيث سوف نقوم بوضع بعض الأختام تبين أن هذه البضاعة مخفضة ويعمد الكثير من باعة البقالات في استغلال شراء منتجات تحمل عروض منافذ البيع الكبرى وذلك لبيعها بأسعاب مضاعفة ضحيتهم فيها المستالكين الذين لا يرغبون في الذهاب لمنافذ البيع الكبرى لشراء احتياجاتهم ويفضلون شراءها من البقالات لقربها من مسكنهم ترجمة نانسي قنقر